أستاذ محمد حضرتك مين آمن بيك؟ يعني أنا عارفة أنه يعني أستاذ صالح مرسي آمن بيك كتير الله رحمه يا سيد وكان يعني حابب يحطك في أشياء كتير متقدمة أعرف مثلا أنه أستاذ إنعام محمد علي آمنت بيك كتير وكتير من المؤلفين والمخرجين يعني هذا الإيمان ده كلفك حاجات وساعدك ولا كان ضدك أحيانا يعني مع وقعة الأستاذ صالح مرسي رحمة الله عليه وكان ما رشحنا البطولة مسلسل كان فيه ثلاث وجودات ساعتها الأستاذ محمد وحاب العليم رحمة الله عليه والأستاذة ليلة علوية ربنا يكرمها والعبد لله وهو اللي خدني وداني للمخرج وشاف للمخرج ويقتنع إنما تشلت يعني المخرج كان يعني عمل ونجم وده يمكن حول مصاري الفني لأن انهرت وتقبت لأن ده كان في مشوار الله ولكنت عملت المسلسل كنت لسه في البداية ده بدايتي وكان أياميها التلفزيون بيزيع مسلسلين اتنين بس فالناس كلها بتبقى قاعدة وفي رمضان فكان ممكن يعمل لي حاجة عملك أزمة يعني عملي أزمة نفسية وأنا كنت عشان بشغل في كل حاجة في المصر وكنت ساعتها مساعد مخرج ومتميز وكده فنسيت التمثيل وركزت في مساعدة الإخراج وهنا يعني زي كانت مرحلة انتقالية في الوقت آه ربا ضرت من الفئة إنك أنت تشتغل في الإخراج فركزت لو قلت بقى أنا خلاص يعني بما أن انتو كنت طبعا أنا رايح مجال تاني آه وفعلا قعدت ما بقتش أمثل بقى غير مع صحابي حد يطلبنا مخرج صاحب بتاع إنما أنا مهتم بالإخراج وبقت بخرج كل سنة مسرحية أو مسرحيتين ما بين القطاع العام والخاص وبقت منتشي كمخرج لأن بقى لي اسمه وعملت عمل كبير لنجوم كبار اشتغلوا معك سيد سيسوة المهندس ومدام شكار سيسوة محمد كل نجوم مصر بالكوميديانات يعني الحمد لله آه وجات علي في لحظة أن أنا خلاص زيت وتحايز أمثل بقى أنا يعني بقى لي واسم أنا خلاص أنا مايسترو فلما بعت لي الأستاذيح العالمي وكان بقين أصدقاء من ساعة ما كان بيصور الهجان الجزء التاني في إيطاليا ومن خلال نبي الحلفاوي كان صديقي وبطل رويتي عفلت لكل مواطن هو وعملت له مؤجومة عندي في الأكاديمية وكان معاهم محمد وفي الله أرحمه ترجمة نانسي قنقر